طيب أبدأ بالكلام على استعدادات الفريق والحقيقة الساعة طبعا مش بس النهاردة يمكن من بعد مباراة استرم كامباني حالة من التركيز الكبيرة جدا من الجهاز الفني مع اللاعبين ومش بس في الملعب الحقيقة كل الشواهد ومن قلت لحضراتكم انه فيه يعني رغبة من الجهاز الفني والإداري في الفريق انه تمرينة النهاردة تبقى تمرينة مغلاقة يعني حتى احنا مش هنروح للملعب ومش هننقل لحضراتكم المشهد من جوة الملعب لانه فيه حالة تركيز والجهاز الفني والإداري مقفلين على الفرقة بشكل جديد لكن بشكل عام أطم من جمهور النادي الأهل سواء من ناحية الحالة المعنوية اللي موجودة عند اللاعبة والحقيقة كابتن سامي أمصان بشهادة الجميع الحقيقة التفاصيل جاءنا من جوة الكواليس بتقول انه فيه حالة استنفار وفيه حالة فواءان كبيرة جدا 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 من كابتن سامي أمصان مع اللاعبين جوة الملعب وبرى الملعب وبالنسبة لجهازات العناصر مش هقول أسماء بس أطم من حضراتكم أنه تقريبا بنسبة 90% من سكواد الأهلي جاهز إن شاء الله بما فيهم طبعا اللاعبين الدوليين جاهزين لمباراة بكرة فأطم منه إن شاء الله يعني مش عايزة أقول أسماء مرة تانية بس أطم من جمهور النادي الأهلي على نجوم الفريق بشكل كامل فريق الحمد لله أغلب لعبته جاهز إن شاء الله لمواجهة بكرة كلام على ملعب المباراة حتى اللحظة دي يعني اللي مش متابع خلينا أقول أنه الزمالك كان يمكن تقدم بطلب أنه ينقل المباراة لملعب خاطف فيه وزارة الرياضة إنه ينقل الملعب المباراة للسادة القاهرة وطبعا رد الرسمي اللي جي من مزارة الشباب والرياضة إنه هي مش جهة اختصاص إنه الموضوع مفوض يرجع فيه أو يعني مفترض إنه يتم الرجوع فيه لربطة الأندية لكن حتى اللحظة أنا أقول لحضراتكم مباراة تتلاح في ملعبها في موعدها بكرة وعلى ملعب الأهلي والسلام تمانية مساء بتوقيت القاهرة الحكم الأسباني خسيلويس مونيرا وصل بالفعل حكم يعني يعتبر صغير شوية 39 سنة لكن عنده خبرات كبيرة ويمكن من الأهم المتشاط اللي حكمها هو بقى دولي من 2019 أهم المتشاط اللي حكمها كانت مباراة الكلاسيكو اللي جامعت بين البارسة والريال اللي تعبت في السعودية وأعتقد انتهت لصالح الريال بنتيجة 3-2 حكم هادي تيمبو الإقاع بتاعه في المباراة كواس جدا آخر بطولة كبيرة حكم فيها كات كوبا أمريكا بس كان حكم فار ما كانش حكم ساحة ولا تمنى إن شاء الله يعني أسبانيا من الدول متقدمة كرويا فبالتالي أي حكم بيحكم في اللي جاء وبيحكم في بطولات أسبانية وبالتأكيد حكم عنده خبرة كبيرة على كل الأحوال قلينا أقول لحضراتكم أنه بكرة إن شاء الله بإذن الله يعني أعتقد أنه زي ما قلت لكم عدد كبير جدا من اللي عبتنا بترجع للمشهد اللعيبة اللي شاركت بداية طبعا في مباراة أمشوف ماتش إسترن كومباني مش بس الأداء ومش بس النتيجة لكن بشوف فيها مكاسب كبيرة جدا أهمها الحقيقة متولي متولي وأطمينكم على متولي جاهز إن شاء الله وتعرض لإصابة في نهاية المباراة لكن جاهز لمباراة بكرة متهالي متولي هيكون واحد من اللعيبة المهمة جدا في بقية الموسم الممتد لغاية نهاية شهر 8 هتكلم مع حضراتكم بالتفصيل وضيفي النهاردة ونجمي النهاردة في سادسة كابتن محمد حشيش هنتكلم على المباراة بكرة بكل تفاصيلها بس اسمحونا نروح لفاصل هنرجع بعده نستقبل واحد من أكبر الحقيقة أسماء في عالم التدريب فينسانتي ديل بوسكي طبعا شيخ المدربين كما أطلق عليه المدير الفئرني السابق لمنتخب أسبانيا اللي حقق مع علاقة بكاس العالم 20 عشرة وطبعا قيادته للريال وبالمناسبة لو تفتكروا المجمع المباراة اللي جامعت بين ريال مدريد وبين الأهلي هنا في القاهرة واللي فاز بها هدف صنديل شهير طبعا فاز بها النادي الأهلي ما تيجي دعا صفر كان فينسانتي ديل بوسكي هو المدير الفني لريال مدريد حقق مع ريال طبعا لقب شامبينز ليج وحقق كمان مع منتخب أسبانيا لقب يورو 20 و12 إنجازات مهمة جدا للكرة الأسبانية تمت تحت قيادة نجمينا النهاردة وضفنا فيه السادسة المدير الفني فينسانتي ديل بوسكي هيكون ضفنا من خلال فيديو كونفرنس بس بعد الفاصل السريع ونرجع نقابله ونستقبله مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر